ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المغرب أعود بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله العلي العظيم يزرع الطموح في شخصية الإنسان الشاب المثابرة والجد والاجتهاد ويحفزه نحو المزيد من السعي للوصول إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته الطموح من العوامل المهمة جدا من أجل نجاح الإنسان فإذا كان للإنسان طموح إذا كان لديه طموح كبير إذا كان لديه أهداف واضحة في الحياة فإن هذا يدفعه نحو العمل نحو النشاط نحو الفاعلية نحو الإنتاج نحو الإبداع نحو الإبتكار أما عديم الطموح فغالباً لا توجد أهداف واضحة عنده وتلازمه صفات سيئة من الكسل والخمول وعدم النشاط وعدم الرغبة في العمل وعدم الاجتهاد وعدم الجد هذه صفات سيئة سلبية تلازم الشاب عديم الطموح وعندما نتصفح صفحات القادة والزعماء والعظماء نجد أن نسر نجاحهم جميعاً هو الطموح بلا حدود كان لديهم هذا العامل هذا الهم هذا الشيء الذي يرغبون في تحقيقه وهو أن يصلوا أن يتبوأوا مناصب عالية أن يحققوا أهدافهم الكبيرة قال اجعني على خزائن الأرض نبي الله يوسف عليه السلام يريد أن يتبوأ هذا كان عنده طموح يتبوأ منصب الشؤون الاقتصادية الشؤون المالية خصوصاً في تلك الفترة مصر كانت تمر بمجاعة وبقحط فنبي الله يوسف قال لعزيزي مصر قال له قال اجعني على خزائن الأرض يعني اجعني أنا الخازن الأموال المحافظ عليها الذي أديرها إني حفيظ عليم حفيظ يعني عندي أمانة وأحفظ هذه الأموال وأتصرب بها بالوجه الصحيح وعليم دو علم واختصاص وهذه الآية نستطيع أن نستفيد منها أن على الإنسان أن يبرز الكفاءات التي يمتلكها الطاقات المواهب أن يكون عنده طموح لتحمل المسؤولية وهذا لا ينافي الزهد وإنما هذا نوع من تحمل المسؤولية الملقاة على الإنسان إذن أيها الشباب أيتها الفتيات دائما ليكون عندكم طموحا كبيرا ليكون عندكم طموح بلا حدود ماذا نعني بالطموح بلا حدود يعني أن الإنسان الشاب كلما حقق نجاحا سعى نحو نجاح آخر وعندما يحقق النجاح الثاني يسعى لتحقيق النجاح الثالث وعندما يحقق النجاح الثالث يسعى لتحقيق النجاح الرابع وهكذا أو الهدف الهدف الأول ثم الثاني ثم الثالث الإنسان لا يجب أن يكون عنده أهداف واضحة أهداف كبيرة أن لا ينشغل بالأهداف الصغيرة التي تعيقه عن تحقيق أهدافه وتطلعاته والسؤال الآن أيها الشباب أن كيف أزرع في نفسي الطموح كيف يكون عنده طموح إذا كان هناك شاب أو فتاة ينقصها أو ينقصه الطموح ما عنده طموح نلاحظ بعض الشباب للأسف ما عنده طموح دائما سلبي متدمر ينظر للحياة نظرة سوداوية ما عنده هدف واضح ما عنده طموح كيف نزرع الطموح في شخصية كل شاب الشاب كيف يزرع لديه هذا الطموح أولا التطلع نحو الأفضل عندما يكون الإنسان لديه تطلع نحو أن يكون أفضل في مستوى أفضل يحقق هدفا أكبر عنده رؤية أن يتبوى منصبا أعلى على الصعيد الوظيفي عنده طموح أن يكون عنده مستوى كبير من العلم على المستوى العلمي وهكذا عنده تطلع نحو الأفضل هذا النوع من التفكير يجعل عنده الإنسان طموحا إذن لابد أن تحقق أن ترسم لنفسك الهدف ماذا تريد أن تكون؟ هل تريد أن تكون عالما؟ هل تريد أن تكون طبيبا؟ هل تريد أن تكون مهندسا؟ هل تريد أن تكون رجل أعمال؟ هل تريد أن تكون موظفا حكوميا أو أهليا أو عملا حرا وهكذا سواء على الصعيد الشخصي الصعيد الحياتي أو لا حتى في الآخرة لو أن الإنسان عنده تطلع إذا إنسان يريد بس يدخل الجنة هذا طموحا هناك فرق بين بس من يريد أن يدخل الجنة وبين من يريد أن يتبوى القصور الفخمة في الجنة أن يبحث عن أفضل مكان في الجنة أن يكون مع الصديقين والشهداء والصالحين مع الأنبياء والأئمة عليهم السلام وبين إنسان يقول أنا ما عندي مانع يحطوني حتى في مدخل الجنة في فرق كذلك في الدنيا في فرق بين إنسان شاب يقول أنا أهم شيء مثلا أنا أتوظف بأي درجة حتى له على مرتبة ثانية وبين إنسان لا عنده طموح يريد أن يحقق عنده تطلع نحو الأفضل والأعلى هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لتنمية الطموح في شخصية الشباب علوة الهمة أن الشاب عندما يكون لديه همة عالية هذا يكون عنده يدفعه يحفزه نحو الطموح العالي ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله قدر الرجل على قدر همته ويقول عليه السلام المرء بهمته ويقول سلام الله عليه خير الهمم أعلاها إذن الإنسان كل ما كان عنده هم عالية كل ما كان عنده إرادة كل ما سعى نحو الطموح الأكبر والأوسع والأفضل إذن علوة الهمة هذا ينمي الطموح عند الإنسان كما أن وجود الطموح في شخصية الشباب عند الشاب يدفعه نحو الهمة العالية لأن تحقيق الطموح تحقيق الأهداف لا يتحقق بالأمانة والأحلام إذا كان إنسان يحلم أن يكون هكذا رجل أعمال مثلا يحلم أن يكون عالم دين كبير يحلم أن يكون كاتبا مرموقا يحلم أن يكون خطيبا شهيرا ولكن من دون أن يسعى من دون أن يطور من نفسه من دون أن يطور من قدراته هذا لا يصل إلى ما يريد إذن الهمة العالية علوة الهمة مهم جدا لتحقيق الأهداف وإيضا لزراعة الطموح العمر الثالث الثقة بالنفس كلما وثق الإنسان بقدراته وبإمكانياته ومن بما في داخله كلما استطاع أن يحقق ما يريد من الطموح كلما نمى الطموح لديه الطموح إذن تنمية الطموح يحتاج إلى الثقة بالنفس أن يكون الشاب عند ثقة بنفسه عند ثقة بقدراته عند ثقة بإمكانياته للأسف أحيانا بعض الناس بعض الشباب بعض الفتيات ينقصهم الثقة بقدراتهم وبمواهبهم وبإمكانياتهم ومن ثم يضعف الطموح لديهم إذا إنسان ما عنده ثقة بنفسه هذا عادة يكون الطموح لديه ضعيف النقطة الرابعة لتنمية الطموح مصادقة الطموحين الإنسان يتأثر بأصدقائه إذا كان الشاب يجالس الطموحين يجالس من لديهم أهداف كبيرة وواضحة يصادق من عندهم أهداف مرسومة عندهم طموح تطلعات نحو المستقبل لا شك أنه يتأثر بذلك ولذلك أيها الشاب ابحث لك عن أصدقاء لديهم طموحات كبيرة أيتها الفتاة ابحث لك عن صديقات لديهن طموحات كبيرة الطموح العالي يدفع الإنسان للنجاح وهنا يجب أن نشير إلى أن كلما استطاع الإنسان أن يرسم لنفسه طموحا طموحات كبيرة كلما استطاع أن يحققها إذا كانت لديه إرادة لديه عزيمة لديه همة لديه ثقة بنفسه ولذلك يجب على الشاب أن لا يستصغر من قدراته وإمكانياته وأن لا يستسلم للمثبتين والسلبيين وأصحاب النظرات السوداء الذين يحطمون من إرادة الشاب ومن العناية بقدراته وإمكانياته دائما في أي مجتمع المجتمعات هناك من يدفعك من يحفزك نحو العمل الصالح نحو الهمة العالية نحو التطلع نحو الأفضل والمستقبل وهناك من يثبتك من يحاول أن يفقدك الثقة بنفسك من يصورك بأنك إنسان صغير لا تستطيع أن تعمل شيئا ولكن الإنسان العاقل الإنسان الذكي هو الذي يكتشف ما لديه من إمكانيات وقدرات ويندفع نحو تحقيق طموحاته في هذه الدنيا وكما قلنا أن الطموح يجب أن يشمل الدنيا والآخرة كما أن الإنسان لديه يجب أن يكون لديه طموحات في الدنيا الشباب أيضا لا بد يصير عنده طموحات للآخرة لا بد يكون عنده أهداف عالية للآخرة لا بد أن يكون هدفه الأخري الأخري هو الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه ومغفرته والحصول على ما وعد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الآخرة إذن أيها الشباب أمامكم فرصة الشباب هذه الفرصة الكبيرة اغتنموها اسعوا نحو العمل لإنجاز وتحقيق الطموحات الكبيرة التي ترغبون في تحقيقها فإن الدنيا تحتاج إلى عمل وإلى اجتهاد وإلى جد وكما أن الآخرة تحتاج أيضا إلى عمل وإلى اجتهاد وإلى جد بقي أن أقول لكم أنه لا نجاح من دون همة ولا طموحة من دون تطلع نحو الأفضل ولا وصول لتحقيق الأهداف الكبيرة إلا بالسعي والعمل والنشاط والفاعلية أتمنى لكم أن تحققوا أهدافكم وأن تصلوا إلى تطلعاتكم بالعمل والإرادة والعزيمة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته هب الشباب هب الشباب فما له من عوداتي ترجمة نانسي قنقر